أهلاً وسهلاً بكم مجدد التحية وترحيب بكم مشاهدي الأكارم داخل وخارج الوطن تأخرنا عليكم قليلاً ولكن نعيدكم بصهرة رمضانية رياضية في أعلى مستوى إن شاء الله إذن في مباراة عرفت تقلبات كثيرة في مباراة مثيرة شهدت ريمونطادا متأخرة من المنتخب الوطني الجزائري استطاع الخضر أن يفوز تلت أهداف مقابل هدفين أمام منتخب بوليفي قوي ومنظم جاء من أجل أن يدافع عن كامل حضوضه ولملاء الفوز بهذا اللقاء صحيح أن بوليفيا كانت متأخرة في الشوطر الأول بهدف مقابل سفر لكنها عادت في الشوطر الثاني وسجلت هدفين قبل أن يعود الخضر بريمونطادا متأخرة سجلوا من خلال هدفين وفزوا بنتيجة تلت أهداف مقابل هدفين إذا كانت صور اللقاء جاهزة نحاول أن نشاهد الصور وندخل مباشرة في صلب الموضوع مع قاسي سعيد وأول هدف من قويري بعد عمل ممتاز من المتألق والعائد والقائد ياسين إبراهيمي الذي صاله وجاله وفعل كل شيء خاصة في الشوطر الأول نشاهد في هذه اللقطة كيف قد مات مريرة على طبق من ذهب لزميله قويري شاهدوا كيف توجه لعبو المنتخب لتحية إبراهيمي لأنهم يعلمون بأنه هو صانع الهدف الذي قام بكل شيء إبراهيمي شاهدناه تارة على اليسار تارة في الوسط تحرك كثيرا في هذا اللقاء حرمنا كثيرا بهذا اللاعب سنتين نعم حرمنا حرمنا كثيرا رغم التقدم تاعه في السن ولكن اليوم ياسين إبراهيمي كان في المستوى العودة كانت صعبة محمد اختبار أنا بالنسبة لي اختبار جيد وصعب في المقابلة تاع اليوم شاهدنا فريق منتخب بوليفيا يعني منتخب لعب بشارسة كبيرة شاهدنا خاصة في الخط الأمام واني شاهدنا عدة مرات يعني اللاعبين تاعنا صنعوا للعب يعني خلقوا فرص عديدة وضيعنا هدفين في الشوط اللي هو اللي كانت العريضة أو القايم هو اللي كان بالمرصد على العموم نقول المقابلة تاع المنتخب تاعنا كانت في المستوى وبداية موفقة للناخب الوطني رغم أنه ما يعرفش تقريبا كل لعبين ولكن مع مرور الوقت نضم باللي رح هذا الناخب رح يكون منتخب قوي نعم فمسلتي مباراة مثيرة تقلبات كثيرة وأهداف غزيرة في نهاية المطاف وفوز معنوي يدفع الخضر لبداية قوية ويدفع بيتكوفيتش لتقديم الأفضل في قادم المناسبات لا اللقاء الأول بوكو بلوس ستينوكازيون للمدرب باش يتعرف على الأجواء تالبناعي في الجزائر ويتعرف على الجوار الجوار تاني كيزيت بمو تيفي وكانوا حابين يعودوا يتصالحوا مع الشعب أبريل ليشاك تعركوا دافريكس كيفية كانوا حابين يديران بوماتش ومالقريلا فيكتور مملو كان خسرنا اليوم ملنقدروش نحكمه تانيك على المدرب وعلى الجوار يعني لقاء تعرف اليوم بالنسبة لك وكي يربحنا ما نقدروش نقوله خلاصا نلقينا البون ترينير وليبون جوار ولا سوية تحت كل مناحة تقدر تقول لحاجة مناحة المورال بتاع الجوار اللي خليهم يكونوا مو تيفي ونطرينيرتان اكسي نورمال ما كاش نطرينيرم ما يحبش يرباح أمام سونا ماتش عميكم مدابيه يرباح دم كندايرتان اكسي نورمال ما اتعرف اليوم سيجو للروتور تعوح بيبين كتب مجلوبال مونس شفنا مقابلة مليحا أمين شاهدنا العديد من الإيجابيات والعديد من السلبيات أيضا لو تعدد لنا 1-2-3 إيجابيات 1-2-3 سلبيات ماذا شاهدت اليوم؟ شب أولا نهنئ المنتخب الوطني الجزائري وجماعي المنتخب الوطني الجزائري على هذا الفوز ولو أنه فوز ودي أمام منتخب البوليفي ولكن فوز من الناحية المعنوية جيد جدا نبدأ بالإيجابيات أول إيجابية شدتني اليوم هي الروح القتالية العالية للاعبي المنتخب الوطني الجزائري رغم أن الأمر يتعلق بمباراة ودية شاهدنا قتالية كبيرة رغم أننا كنا متأخرين في النتيجة المنتخب عاد من بعيد وسجل هدفين وفاز في آخر المطاف هذا ماذا يعني يا محمد؟ الروح القتالية في مباراة اليوم تعني شيئا واحدا أو شيئين الشيء الأول ذكره فهم قبل قليل وهو أن اللاعبين أرادوا أن يصالحوا الجماهير بعد نكسة الكان الأخير الشيء الثاني هو أن الرسالة وصلت من المدرب إلى اللاعبين اللاعبون لعبوا من أجل أنفسهم ولاعبوا أيضا من أجل المدرب الجديد من أجل أن تكون بدايته إيجابية مع المنتخب الوطني الجزائري هذه من أبرز الإيجابيات الإيجابية الثانية شاهدنا لمحات تكتيكية من الواضح جدا أنها حضرت في التدريبات هذا الأمر لم نشاهده منذ مدة شاهدنا سلاسة في بناء اللاعب شاهدنا تنوع الهجمات بين اليمين اليسار في العمق تنوع كبير في العمل الهجومي في المنتخب الوطني الجزائري اليوم اليوم شاهدنا عودة قوية ليسين براهيمي شاهدنا أمين جويري يسجل أول أهدافه مع المنتخب الوطني الجزائري شاهدنا حاج موسى الذي قدم بعض اللمحات ولو أنه لعب دقائق فقط لا يمكن الحكم عليه وشاهدنا أيضا أن المنتخب لم يضع أسلحته بعد تلقي هدفين وبقي يدافع عن حضوضه يعني من الناحية المعروي المنتخب بقي حاضرا إلى أغير سيدا قتلك رغم أننا كنا متأخرين في النتيجة إلا أن اللاعبين آمنوا بحضوضهم وآمنوا بإمكانياتهم ووصلوا القتال إلى آخر دقائق المباراة وفزنا في آخر المطاف من بين السلبيات أبرز السلبيات المستقات من مباراة اليوم هي خط الدفاع خط الدفاع لازال يعاني الكثير من الهفوات البدائية إن صح التعبير مع احترامي نعم خصوص الدفاع نعم خصوص الدفاع أنا لا أتحدث عن عبطال وأيتنوري حتى خطوص الميدان أيضا نعم حتى خطوص الميدان ولو أنه شهدنا بعض الحرية الأكثر في التقدم نحو الأمام من اللاعبين بن طالب وزروق هذا الأمر لم نكن نشاهده من قبل رغم أنهما ارتكبا بعض الأخطاء وهذا عادي لأنه مباراة ويدية أول مباراة مع مدرب جديد نهج طاكتيكي مخالف لما كنا نعهده في المباراة السابقة من السلبيات أيضا أن ياسين إبراهيمي لا زال في بعض اللقطات يبالغ بعض الشيء في احتفاظ بالكورة قتلك أيضا من الإيجابية حتى لا ننسى بقرار اليوم أظهر في الدقائق القليلة التي لعبها أننا من الممكن أن نعتمد عليه في خط الهجوم من الممكن أن نرى الأشياء الإيجابية من هذا المهاجم في قادم المواعد إن منحت له الفرصة الكاملة مع المنتقب الوطني الجزائري وهذا أمر جديد حكساكس تعليقك الأول على هذا الانتصار وماذا دونت في مذاكينتك والله أرى محمد هو أولا فوز معناوي للعبين خاصة لاسترجاع التيقة بعد خروج الكاريتي من دور الأول في الكاس إفريقيا هذا هو الشيء الإيجابي في اللقاء اليوم وكانت تاني ردت فعل تعلق لعبين بعد ما كنا منهزمين بثنين واحد كانت ردت فعل من اللعبين شفناهم كانت حرارة فوق الميدان كانوا حابين يبينوا ساسوى الأنصار تعلق المنتخب ولا للمدرب هذا شيء إيجابي في اللقاء وتعني الفوز عنده أهمية كبيرة لكي أمام المدرب واللعبين يخدموا في أرياحية هذه هي الحاجة المهمة في اللقاء نتيجة جيدة ولكن الأداء هل كانت جيدا؟ لا نتيجة شوف الأداء الحمد وكانت عودة نقول للوارع شوية فريق الوطني جامع كنا نشوفوا أداء زعم كبير بس كنا نقولوها في إفريقيا لا تسنى أشي يكون الأداء قال حشوفه في مونشيشتر سيتي ولا فريق إسباني بس كوديجا طريقة لعبتاني لعبتاني المنتخب الوطني لا تقدرش تطبق بالك هنا في مونديلا بالك في أجواء سيتوين المناخ بالك متعودين عليه اللاعبين يلعبوا في أوروبا أو في إفريقيا لا تقدرش تطبق كورة جميلة كما نعرف أنا شفنا كأسي إفريقيا سيفري شفنا لونجو شفنا لونجاجمو في كو ديفوار شفنا لقاءات جميلة ما تشوفش أنت يا زعمة من ناحية الاستحوات بالك شوف على الأقل شوف هوية لعب وطريقة لعب اليوم شاهدنا طريقة لعب وشان يقولك اليوم شاهدنا كانوا أخطأ كثيرا أكيد لأنها أول مباراة مع مدريب جديد بفلسفة جديدة